هدر المال العام وسريقته وسوء إدارة الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة فضلاً على الاعتماد المطلق على الإرادات النفطية أسباب أوصلت العراق إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها حالياً وفي وسط التوترات والأزمات التي يمر بها العراق واصل رئيس الوزراء الحالي مصطفى القاظمي جولته الأوروبية التي تشمل فرنسا وألمانيا وبريطانيا بصحبة وفد اقتصادي ضم وزير المالية ومحافظة البنك المركزي من أجل الحصول على دعم بديل ولملمة الوضع الاقتصادي المتردي نواب أكدوا أن توقيت زيارة القاظم إلى أوروبا غير مناسب إذ كان الأجدر به الاهتمام بالوضع الداخلي وخلق بيئة آمنة لاستقدام الشركات ليكون ذلك رقيزة للمباحثات مع تلك الدول الشارع العراقي انتقد زيارة القاظمي إلى أوروبا واصفا إياها بالبلاهة السياسية حيث أن القاظمي لم يقم بإلغاء زيارته إلى أوروبا برغم مرور العراق بمجموعة أزمات أمنية بسبب سطوة الميليشيات والصراعات السياسية في ظل حكومة ضعيفة ومهترئة أما المراقبون فقد أكدوا على أنها جولة استعراضية يريد القاظمي أن يوصل من خلالها رسالة تثبت لطهران بأنه يبحث عن مخرج من أزمته الاقتصادية بعيدا عن الولايات المتحدة ويبقى السؤال بشأن أهمية وجدية هذه الزيارة التي تأتي من أجل دعم الاقتصاد واستقطاب الشركات للعمل في العراق وكيفية إقناع البلدان الأوروبية بذلك في الوقت الذي تطالب أوروبا حكومة القاظمي بتقديم الضمانات والتطمينات بشأن استهداف بعثاتها الدبلوماسية من قبل الميليشيات المسلحة ترجمة نانسي قنقر